انك توصل ان انت تبقى بتوصل نهائي بطولة افريقيا ابطالة دوري ده عادي ده محتاج شغل كتير ده محتاج مجهود كبير قوي ده محتاج في الادارة تضحيات كبيرة وزكاء في التخطيط والتفكير في المستقبل وازاي يطور فرقاتي لان خلي بالك انت سهل ان انت تفوز ببطولة لكن ان انت تبقى بتفوز ببطولات كبيرة كل سنة ده بيتطلب منك فنيا ان انت تطور الفريق كل سنة لازم تبقى زكي جدا في متطلباتك في اولوياتك تاني بقول لكم الكلام ده من راجل زمالكاوي لو كل منظومات كرة القدم في مصر بالتنظيم بتاع الاهلي وبالتفكير في كل تفصيلة زي مجلس ادارة الاهلي مصر هتبقى في حتة تانية في الكرة النادي الوحيد اللي عنده استقرار كبير جدا يحسب له خلوا بالكو ولا يحسب علي في احترام في تنظيم كل واحد عارف دوره حاجات كتيرة بتبقى محتاجة ادارجية هتجي النهاردة تقول لي يا ميدو ده الاهلي مستقر ده الاهلي ما عندهش مشاكل ده الاهلي يكبر اي حد هذا يحسب لابناؤه ولا يحسب عليهم اللي هو كل واحد عارف دوره اللي هو كل واحد عارف ان الكيان اكبر من اي شخص موجود تب اللي عليكم سمعتوا كلمة واحدة تشموا مين عبارة مجاملة للاهلي يعني كل الاهله دي من عناصر تفوق وقوة الاهلي وخدوا مني وانا راجل زي ملكاو بقول لكم بقول لكم انه هو عايز جهد ونظام واستقرار يحسب لابناؤه وبمجهود ابناؤه كررها كم مرة يعني عدد كل عناصر القوة بتاعة النادي الاهلي واسباب القوة في اسباب تخص عمل النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي واسلوبهم في التعامل مع مصالح النادي الاهلي اللي هي النظام الشعبية الاخلاص العمل الجاد تفعيل شعار الاهلي فوق الجميع جميع ابناؤه قولا وفعلا وقناعة وتداول استقرار يعني ان اللي بيصعد في الانتخابات بيساعد التاني او بيسيبه في حاله وده اللي انا كلام ده انا قلته لكم قبل كده بس ايه دوما بيبقى في حالة يتذكر انه لاعب محترف ولديه مسئولية ان يذكر حقيقة وان يعلم الاجيال الصحم الغلط يقول الكلام ده يجيلوا بقى وقت تاني عنده حسابات اخرى فيها بيغازل حاجة يبتدي يقولك سيب ناكسب لما انت قوي او كده انت اللي بيتقول مش انا انت اللي بيتقول انا قوي اسواق قوتي ايه